مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة سهلة وسريعة مع كده سمك كده سهل وسريع وفي قدر الضغط ياخد منكم 15 دقيقة وتقدروا تستخدموا اي نوع سمك تحبوا انا استخدمت سمك السلمون لانه متوفر معايا شوفوا كيف السمكة دايبة وجوسي كده تحسوا ها كده يعني حلوة جدا خلونا حنبدأ بالمقادير هنا عندي قدر الضغط رشيت على و بس رشة بسيطة من الزيت وضفت له شريح بصل و شريح بطاطس و شريح طماطم و رشة من الملح و رشة من بهارات الكاري طبعا اني استخدم كاري النيل و بس هاده المكونات ضفت فلفل حار يعني اختياري هنا عندي فلفل اسود و عندي رشة من بهارات الكاري و كمان ربع كده ملعقة ملح و بسباس عدني ملعقة صغيرة بسباس عدني او الفلفل العدني اخلطوه تماما مع بعض طبعا تقدروا تضوفوا البهارات اللي انتم تحبوها بس اني هدي طريقتي بالبهارات و بس والله ابدأ ادهن السمكة طبعا تدهنوا السمكة من الجهتين سواء انكم استخدمتوا قطع سمكة كاملة زي ما تحبوه تمام انا استخدمت يعني نحنا نسميها ديل السمكة هذا يعني اخر جزء او اخر قطعه في السمك تمام اللي هو قلت لكم الديل خاص دهنته تمام والان احطوه على الخضار اللي قطعته بقدر الضغط الان بسوي الصوس الصوس عبارة عن نص كوب من الماء او ربع كوب من الماء واضيف له صلصة طماطم نص ملعقة ورشة ملح وفلفل حيمي او البسباس الحيمي اني اجيبه من صنعه وخلطه تمام واضيفه على الخضار حاول انه ما يقش على السمكة والأوه عادي يعني بس ضفوه على الخضار بعد كده اضغط القدر على نار عالية لمدة اول ما يصفر يعني على نار عالية اول ما تبدأ التصفيره تسمعوها خلوها 15 دقيقة بعد 15 دقيقة ماشاء الله يكون جاهز ممكن اقل من 15 دقيقة على حسب حجم السمكة وسماكة تقطيع الخضار اذا كان قطعت الخضار البطاطا سميكة او رفعة وماشاء الله شوفو كيف السمك دايب حاجة روعة جدا تقريبا هذي اسهل وصفة بتعملوها بعدين تقدروا تضوفو ثوم يعني شرائح من الثوم او ثوم مهروس مع الخضار تحطوه بس اني البسباس العدني حقي مخلوط في بطوم مع الضفتشتوم باخر شي حطت عليك كزبرة خضرة بقولوكم حاجة هذي اسهل طريقة طبعا اذا زوجك طلب منك سمك بالفرن او مع خضار او اشتي سمك التنور وانتي تعبانة وتشتي خلاص تحطوه كل وقت واحد اعملي هذي الطريقة سهلة جدا قدمت معها العشارة الاخضر والعشارة الاحمر وقدمت معها روز بالزعفران ايش هو روز بالزعفران؟ الروز عاري او يضف طلب مكعب مرقة ماجي بالزعفران بحطت لكم اياها اخر الفيديو سورته وهنا ما شاء الله السمكة حطيتها كده في صحنة تقديم وكمان رشيت عليها كزبرة عشان يعني اللون يعني وتعرفوا العين تاكل قبل الفم او قبل التم يقولو فلازم كده نزينها طبعا انا قطعت شريح ليمون ونسيت ليمون يعني القوع خلاص ينسي وهنا ما شاء الله تاخدوا كده قطعة من السمك ورز بالزعفران الرز حبة بحبة ما شاء الله وكده مع العشار اوه حاجة جدا روعة وقطعة البطاطس اقولكم هذي الاكلة متفوتوهاش والله لذيذة جدا طبعا تقدروا تستبدلوا صلصة الطماطم بايش؟ تقدروا تستبدلوها بالتمر الهندي او الحمر متعملوا الصلصة تعملوا تمر الهندي منقوع التمر الهندي ما شاء الله شوفوا كيف السمكة دائبة حاجة جدا روعة وشوفوا هذا اللي هو استخدمت هذي مرقة الزعفران من ماجي جدا حلوة البعض قال لي انه ما عقبتوش والبعض قال لا حلوة يعني هو اضواق شوفوا انا بالنسبة لي عقبتني جدا وكمان استخدم مرقة الخضار بس انا ما ضفتش انا ضفت بس مرقة الزعفران بس هذي الاشياء اللي استخدمي انا من ماجي الحاجات اللي تعجبني وهنا حبيت اني ارويكم صينية البسبوسة اللي عليها قطاعة او صينية الحلها دي اللي عليها قطاعة وغطا جدا حلوة اني اعمل فيها البسبوسة اعمل فيها الحلويات تقدروا تاخدوها يعني معاكم خلاص قد مقطعة وبشكل مرتب اذا شفتوها في المحلات تخدوها من غير اي تردد وفي مني احجام واشكال في المربع وفي الدائري وفي المستطيل كمان شوفوا اني اخدت عن صديقاتي كنت معزومة على طول قطعتها عملت بسبوسة وقطعتها خلاص وغطيتها وقدمناها على طول على الطاولة لانه حتى شكلي شيك وحلو في التقديم اذا عقبكم الفيديو لازلسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك و كومنتس حلو منكم